سهلاً هذا عبد من جديد مشاهدين الكرام وقضية الصباح تخريج الأطفال أو من رياض الأطفال يعني والرسوم الباهضة سعيدة أن تكون معي ماما عمال سنوات طويلة ما شاء الله في العمل في هذا المجال سيدة وشار إليها بالبنان ويعني أنا مبسوطة أن تكون معي في هذا الصباح أخذ وأدني معاه أدنش معاه صباح الخير ماما عمال الصباح النور إزيك إن شاء الله كويسة الحمد لله الله يخليك يا رب الله يكرمك يعني ما شاء الله تبارك الله سنوات من العمل الجميل في مجال رياض الأطفال واتخرجوا على يدك عدد كبير من الأطفال ما شاء الله أسي ممكن يكونوا برضو لهم مناصبهم في البلد لكن خليني في البداية نتكلم لو عملنا مقارنة وانت شخصية ليك خبرتك يعني في المجال ده كيف تري رياض الأطفال حالياً وزمان من شاء الله تبارك الله طبعاً رياض الأطفال لقد حديثة من شاء الله ويدرسوا مع وإننا كتبار الجامعات وإننا أنا كتبار يعني من رابع سبحان الله تعليم من رابع بعضين والحمد لله رب العالمين كان عندنا التعليم قبل المدرسة داخل المدارس يلا المدير بتحت المدرسة ذاتة بتصر علينا والحمد لله يعني أصارنا مساء الله لما نخرجناهم للقصر الغول المدارسة ذاتة بتحت الأطفال قالت لي والله أنت ما تعدنا يعني أنتنا التعليم قبل المدرسة ساعدنا كثير والحمد لله يلا الفيديو فقرجوهم تعديلنا يعني نتكتبهم نحفظهم طيب حاليا الأستاذة اللي بتدرس في رياضة الأطفال أو هي موجودة في رياضة الأطفال لازم تكون متخصصة يعني هي ذاتة متخرجة من رياضة الأطفال وعشان تعرف تتعامل مع الأطفال في فترتكم أول فترة أنتوا كنت فيها ربنا لديك الصحة والعافية هل برضو كان يعني يشترط أنه الوحدة تكون خريجة رياضة أطفال ولا بحنكتها وحكمتها بتعرف تتعامل مع الأطفال والله بحكمتنا ودخلونا قارت بتاعة تيويه من المدارس يعني عشان ندرس الأولاد في السيويه وعندنا يعني كتب بتاعة فلولا بناخد منها مثلا الكروف الأعداد هذا يعني لعنى اليوم الخراسات وننكسرهم فيها من شاء الله ماشينا يعني الحمد لله لكن ما في تحريج منه أيها أيها طيب أسمى مع أمال في موضوع أنه الطفل عشان يتخرك لازم يدفع مبلغ كبير زمان ما أظن في حاجة زي دي رأيك أنت في النقطة دي شنو يعني ممكن الأب والأم يكسروا ظهرهم عشان ما يكسروا نفس ولدهم أو بيتهم الصغيرة والصغيرة ويدفعوا مبلغ كبير مئة ألف حاجة ما سهلة يعني كثير يدن والله ولكننا حصل عريض أيها ناغذنا في الكلام باكنا عندنا أولاد بيته وأولاد ولدين كلهم يعني الحمد لله هذا يعني ما شاء الله واحد في تامن واحد دخل في الجامعة كلهم ذلك أيها ناغذنا من الأفين ما بالعدد يعني ما بالمبلغ ده أيها أيها يعني الحمد لله يا رب العالمي الأفين لكنا ما كنا باعدين مكتر فيهم والله لأننا ما باعدين نعمل لهم يعني بهر جزي دي وحاجات يعني بس نعمل لهم أناسيب كده وقرآن وحاجات خلوة كده نجد لهم عصاين وحلقويات وكده بخطي ما نتصرق ده كلام جميل والله طيب أنت يعني ممكن تنصح شنو رياضة الأطفال عشان الأطفال دل كلهم يفرحوا ويتخرجوا التخريج اللهم عايزين ولأنه في النهاية ده طفل يعني أنت ما بتقدر ما حيفهم ليك أنت عندك قروش ولا ما عندك قروش كيف ممكن إحنا نتعامل مع المسألة دي لكن يا حبيبة هذه الزمن طبعا بدا الآيوة المبلغ أصلا تلزل ما عندها غيمة داتة يعني بس للأسف ما يزول بيقدر يعني ما عندها ما كل الناس عندها الفيزول بيقدر يدفع في الناس ما بتقدر ايوة ايوة يلا يعني نحاول نبسط الحاجة مثلا عشان يعني ما عندها يقدر أنا بانصحهم كده يعني يعني يبسطوا مثلا التخريج يبسطوه لو ويعملوا ما يعملوا جسفة أو حاجات بيجاء عشان تكليف الناس يلا يعملوا تخريجهم يعني سلوة بسيطة ويخرجوا كلهم تلك ربنا يدي العافية أمام أمال أنا بشكركم والله شكرا جزيلا الليكي الله يكرمي تسلمي حبتي في أمان الله